في المنتخب مصر الأولمبي ميكالي بيستقر دي تعتبر مش عارف تعتبرها مفجأة ولا لا بيستقر على ضم عمر مرموش لدورة الألعاب الأولمبية بباريس لأن في صعوبة طبعا تنضمم النجم الكبير محمد صلاح ليفربول انتوا عارفين برضو في البطولة اللي فاتت منضمش وليفربول دايما ما بيردوش وبتاع وكده لكن عمر مرموش بيقترب جدا من ضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي أو في البطولة يعني أو في دورة الألعاب الأولمبية طيب كان رغبة ميكاليو وهو في الحقيقة لعب مهم جدا وعمل مستوىات رائعة مع انتراخت فرانكفورت هناك في ألمانيا وآخر ماتش قدامه من البايرد عمل اتنين أسيست وجاب هدف جميل فاسمه مرشح بقوة للانضمام بقوة وليه أولوية بعد صلاح طبعا بس قصة الصلاح عارفين في المنتخب أن هي صعبة شوية لكن برموش موجود عبد المنعم في الحسابات جدا وربما محمد الشنوي هلاص من بدل يهو بقولها ليه حضراتكم